أنهى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أول أيام عيد الأطحى وتحركت أفواج الحجاج منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأطحى من مشعر مزدلفة متوجهين إلى ميناء لرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات وذلك بعد أدائهم الركن الأعظم من أركان الحج قبل أن يبيتوا في مزدلفة بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في تنقل بين المشاعر وفق خطة التفويج المعدة لذلك وقام الحجاج برمي الحصيات التي قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بإهدائها للحجاج بعد تعقيمها مسبقا في أكياس خاصة لكل حاجة وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يجب أن يرميها الحاج بملابس الأحرام يقوم بذبح الهدى ومن ثم القيام بالتحلل الأصغر وخلع ملابس الأحرام وحلق شعره ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأطحال العاشر من ذي الحجة إلى ساعة الزوال ويبقى الحجاج في مشعر ميناء خلال أيام التشريق وهي الحادي عشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة ويكملون رمي الجمرة الثلاثة يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات ساعة الثلاثة ساعة الثلاثة